أن يغفر الله جنوبه في يوم عرفة فليعمل بالأسباب التي أمر بها والتي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأسباب هي التي يرجى بها إلى عملها المسي أن يعتق الله رقبته من النار وأن يغفر له ذنبه فمن هذه الأعمال صيام ذلك اليوم في صحيح المسلمين عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده صيام ذلك اليوم من أعظم القربات لله عز وجل وهذا لغيب الحاج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر